في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة كلها إن شاء الله بإذن الله يكون موفق الناس تقول لك يا جماعة برضو دي جزئية لازم نتكلم فيها يعني لازم يا جماعة إيه ما نسكتش على الحاجات أو ما ندريش كلامنا على حاجات كده صغيرة ممكن بتطلع من بعض القليل من الجماهير اللي ممكن تقول لك إيه المنتخب ده بتاع اتحاد الكورة اتحاد الكورة ده فاشل ده اتحاد ما عندهش فكرة أصل عمله أصل يسويه لا أنا ضد الكلام ده بصراحة منتهى الوضوح منتخب مصر ده بتاعنا احنا منتخب مصر ده بتاعنا احنا كشعب مصر كجماهير بتعشق الكورة المصرية كجماهير بتحب منتخب بلادها حب وبجنون اوعى اوعى تحسب منتخب مصر على شخص بعينه أو على التحاد بعينه لا أبدا هم أمكن يكون هم المسئولين عن اتخاذ بعض القرارات اللي بتتعلق بأجهزة فنية أو كلام شبه ذلك يعني لكن اوعى اوعى تقول ان منتخب مصر ده مش بتاعنا ده بتاع اتحاد الكورة لا 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 تختلف تطفين على تحاد الكورة اوعى تقول كده منتخب مصر ده بتاع الشعب المصري منتخب مصري ده المنتخب اللي احنا دايماً مشاعرنا بتتحرك معه هو بيلعب الواحد حزن جامد جداً لما متأهلناش كاسعلم جداً فين فين حبك لمنتخب بلادك اسمع مني ده منتخب بتاعك انتاً مش بتاع اي مسئول في اتحاد المصري الكورة القادمة ولا اي مسئول ما يعني خالص ده منتخبنا كلنا لازم نفضل دعمين ومساندين بكل قوة اه ما عجبناش الاداء مبارح ما عجبناش شكل منتخب خالص وكل الكلام من ده لكن بنزعل ما يلاقي منتخب وحش لازم نزعل لازم نزعل تقول لي لا اصلي يستهلوا لا لا ده كلام معلش يعني يا جماعة ده غير مقبول اه فيه ناس لازم تحاسب بالمناسبة وده شك والمنتخب شك تاني وانا هتكلم عن المحاسبة دي ومش هسيبها مش هنسبها لكن في نفس الوقت المنتخب له منا جميعاً كجماهيل لكرة مصرية كامل الدعم والمستند هنفضل وراء منتخبنا لغاية لما يرجع لها منتخب تعكبتين حسن شحاتة فاكرينه ولا احنا بنشجع منتخب مصر بس لما المنتخب يبقى حلو لا طبع احنا نفسنا في منتخب تعكبتين حسن شحاتة عيشنا عصر زهبي واللي ساهم بشكل كبير في المنتخب ده بكل وضوح وامانة النادي الاهلي ومستر مانويل جوزي بكل وضوح وامانة وبرضو كابتين حسن شحاتة المدير الفاني العظيم لمنتخب مصر والتاريخي فكل النقاط مرتبطة ببعض بالمناسبة وأنا جايلكم في الكلام فأنا بأكد وبعيد وبزيد منتخب مصر له مننا كل الدعم والمسندة جميعاً كمصريين وما تخليش أي حد يقول لك لا ما تشجعش منتخب بلدك خالص ولا تتأثر بهذا الكلام ولا حد يقول لك خلي بالك المنتخب ده أصلهم عشان عملوا كذا فأنت يا ربي يخسروا لا 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 نغمة غير مقبولة على الإطلاق على الإطلاق مع كامل الإحترامي والتقديري للجميع والله أنا سأتكلم بمنتهاء الوقعية ومنتهاء الحب لبلدنا مصر لأن في الأول وفي الأخي لما المنتخب بيلعب هو بيلعب بإسم مصر ومش بيلعب بإسم إتحاد الكورة ولا إسم فلان اللجوة إتحاد الكورة ولا إسم علان اللجوة مش عارب فين لا 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 هو بيلعب بإسم المنتخب مصر محدش عارف برة مين تسبب في إيه أو مين عمل إيه عشان كده الناس تتمنى المنتخب الكلام ده مش مقبول فدي جزئة مهمة